اشتركوا في القناة وبركاته اهلا بكم مشاهدين ومستمعين الكرام في هذه التغطية الخاصة على شاشة قناة التناصح الفضائية والتي نواكب فيها معكم تطورات قرار المجلس الرئاسي اقالة او تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي وكذلك تشكيل مجلس ادارة جديد للمصرف في حين اعلن المجلس الرئاسي يوم الاحد هذا القرار اعلن عنه بشكل رسمي القرار هذا كان يتم تداوله من قبل اسبوع تقريبا تم تداول اخبار عن هذا القرار مصادر كانت نقلت عن المجلس الرئاسي ان القرار بالفعل تخذ لكن لم يتم نشر هذا القرار الا بالامس تم نشره رسميا في الموقع الرسمي للمجلس الرئاسي لكن حتى الان ما نشر هو ان المجلس الرئاسي قد اتخذ القرار ولكن لم تنشر القرارات التالية لاقالة المصرف او لاقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي بمعنى لم يصدر حتى الان بشكل رسمي قرار تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي وتعيين مجلس ادارة جديد للمصرف المركزي المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوة وهيبة تحدثت في تصريح صحفي اليوم قالت بان المجلس الرئاسي اصدر قرار تعيين محافظ جديد واصدر قرار اعادة تشكيل مجلس ادارة المصرف المركزي وايضا المجلس الرئاسي اتخذ قرارا بتشكيل لجنة تسليم واستلام تتولى الاشراف على اعمال تسليم واستلام بين محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق حسب قرار الرئاسي وهو سيد صديق الكبير والمحافظ الجديد ومجلس الادارة الجديد الذين تم تعينهم من قبل المجلس الرئاسي في هذه التغطية مشاهدين ومستمعين الكرام نتابع معكم تطورات هذا القرار وحقيقة الدوافع والاسباب التي ادت بنا الى هذا الوضع الان ومآلات وتداعيات هذا القرار ومواقف كذلك الاطراف المختلفة منه يرافقني في هذه التغطية ضيفي من مصراتة الأستاذ عبد الحميد الفضيل أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة ومن استوديوهاتنا في العاصمة طرابلس وزير الثقافة الأسبق الأستاذ الحبيب الأمين وأبدأ مع ضيفي من مصراتة الأستاذ عبد الحميد الفضيل أستاذ عبد الحميد كيف تبعت هذا القرار بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لك أستاذ محمد وتحية لضيفك الأستاذ حبيب وكل مشاهديك الكرام طبعا يعني خلال الأيام القليلة الماضية وما حدث من بيانات من المجلس الرئاسي بداية ثم الحديث أيضا على إصدار قرارين القرار رقم 19 بالعامل بين قوسين بقرار مجلس النواب رقم 17 لسنة 2018 بتكليف السيد محمد الشكري محافظة لمصرف ليبيا المركزي بدلا من الصديق الكبير إضافة إلى القرار رقم 20 القاضي بيعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وأيضا الاجتماعات التي تدور أو دارت خلال الساعات القليلة الماضية بين الأطراف السياسية من جهة وأيضا بعض الجهات العسكرية إضافة إلى المحافظ يعني كل ذلك يعني الناس الآن يعني في انتظار النتائج النهائية هل سوف يستلم السيد محمد الشكري بشكل رسمي ويكون محافظا لمصرف ليبيا المركزي أم يستمر الصديق الكبير محافظا للمصرف يعني أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال ليس من السهولة بما كان وخاصة أن يعلم الجميع في النهاية الذي سوف يحدد ما استمرية المحافظة السابق أم استلام السيد الشكري هو يعتمد على القوى المسيطرة على الأرض بش نكونوا واضحين فرأوا الجوانب القانونية الآن يعني ربما سوف يرمى بها عرض الحائط ويعلم الجميع أول من تجاوز الجانب القانوني ورمى به عرض الحائط هو مجلس النواب وبالتالي كل ما يدور من بيانات هنا وهناك وقرارات هنا وهناك أعتقد أن الفيصل النهائي هي القوى المسيطرة على الأرض سوف تفصل ما بين استلام السيد محمد الشكري فعلا أم استمرار المحافظة السابق طيب أرحب بضيفي من طرابلس الأستاذ الحبيب لامين وأيضا أسأله عن هذا القرار بتغيير إدارة مصرف ليبيا المركزي إقالة المحافظة السابق وتشكيل مجلس إدارة جديد وتعييم محافظ جديد كذلك كيف تتابع تطورات هذا القرار وخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار ما أشار إليه ضيفنا من مصرات الأستاذ عبد الحميد الفضيل وهو أن هذا القرار ما زال رهن القوة التي تسيطر على الأرض مرحبا أخي محمد ومرحبا أخي عبد الحميد وبسادة للمشاهدين هذه حقيقة الوضع في ليبيا التي للأسف أن هناك قوة تفرض على الواقع ليس سياسات وليس قوانين وأكبر وهم يعيشه الليبي المواطن والليبي النقبوي أن ليبيا فيها أسا من سياسات وفيها قرارات من قوانين نحن حيال لعبة مافيا ومراكز قوة وقوة أمر واقع ومن الغباء أن يستمر أي ناشط سياسي أو مفتم بالشأن العام أو من لديه حس وطني يتصل بوطن وليس بسلطات أن يدرك أن التعامل مع هذه الأجسام الموجودة بجنرال الرجمة ومعسكرها الانقلابي وببرلمان فعلا كان منتخبا انتهت ولايته عندما جدد لنفسه بدون استفتاء وأصبح تديه شرعية من شرعية الوصاية كباقي كل السلطات وأصبح مختطفا بالكامل ولا يمثل إلا مكتب علاقات عامة وختم قرارات لديوان ما يسمى بالقيادة العامة من هذا المنطلق من هذا الفهم علينا أن نرى في أي قرار يصدر من أي سلطة من هذه السلطات بما فيها المجلس الرئاسي أن نعايره بمعيار الخدمة للمصالح الوطنية بمعنى آخر سنتعامل بتكتيكات السياسة التي تجبرنا أحيانا على القبول بقرارات تدرى عننا مخاطر المعسكر الانقلابي أو تدفع عننا مهددات قرارات أقيلة القادمة من مكتب عباس كامل أو ترد عن ما قد يفرضه علينا المجتمع الدولي بما يمس السيادة الوطنية الثروة الوطنية أو التراب الوطني هذا القرار الذي صدر من مجلس الرئاسي على الرغم من كل ما قلنا فيه حول المجلس الرئاسي تحديدا في أهليته وفي قدراته ومعارسة صلاحياته وتعدر ذلك في عديد المواقف والمناطفات إلا أن ما حدث في هذا القرار أنا شخصيا لن أخجل من القول أنه قرار جيد وصائب في هذا الظرف وإن كان يحتاج إلى المجلس الرئاسي إلى أن يعزز هذا القرار وكان ينبغي أن يلوح بها أكثر وهي مسألة حل المجلسين طالما أنه توفر في بيانه ونصه على عبارات كالتالي حرصا على المصالح الوطنية حرصا على الوطن وقد نستدعي حتى حالة الطوارئ طالما أنه يقدر المخاطر الموجودة الآن في البلد كان عليه أن يمضي قدما وأنا أدعوه حتى لا يفوتني هذا النداء أن يتحضر لإعلان حل المجلسين بكل جرأة وبكل وضوح ولا يستمع لأي أن كان يتحدث عن فراغ سياسي في بيبيا هذا ربما نأتي عليه لأن اليوم المتحدثة باسم المجلس الرئاسي أستاذ الحبيب ذكرت بأن هناك قرارات أخرى سيصدرها الرئاسي قريبا لم تشر إلى مواضيع هذه القرارات لكنها تحدثت على أن قرارات مهمة أصدرها بالفعل وقرارات أخرى ستصدر قريبا هذا ربما سناتي عليه لاحقا لكن أعود بك إلى سؤالي عن قوة الأمر الواقع وإمكانية تنفيذ هذا القرار المجلس الرئاسي الذي كان مترددا الذي لم يتخذ أي قرارات فيها مثل هذه الجرأة وهذا التحرك نحو تغيير الأوضاع في البلاد اتخذ هذا القرار الآن بالتالي هل تم ذلك بتنسيق مع الأطراف المحلية والخارجية أم لا نبد أن نتم بتنسيق ليبيا لا يدار فيها شيء دون إطلاع الأغيار وإطلاع أيضا القوة المحلية ذات النفوذ ومراكز القوة هذه حقيقة العمل الموجود الآن بين هذه السلطات في الليبية الآن وبالتالي أنا لست من أنصار أن ربما هناك قد يكون هناك تحفظ غربي أو أمريكي تحديدا حول الإقالة لأنني أعرف ميكانيزمات العقل السياسي الغربي المتعامل مع ليبيا هو عقل انتهازي وابتزازي ويتعامل مع الوقايع وقد يقبل بها لأن هذا المنطق السياسي الذي لديهم ولكنه ينتظر إذا رأى أن إقالة الكبير قد تجنبهم حالة تمزق أكثر أو قد تخرجهم أو تبعدهم عن إدارة المشهد وتنقطع عليهم حبائل وحبال إدارة القوة المحركة في ليبيا أو أنه يضاعف الأزمة في ليبيا صدقني واشطن ستقبل بإقالة الكبير وبإقالة كل الموجودين في ليبيا هذه هيديا حقيقة لا يزايد بها أحد يقول لك لا هذا أنتع بريطانيا هذا أنتع أمريكا هذا كلام هرائي غير موجود وأمريكا قادرة وتستطيع أن تتفاهم أي متغيرات جديدة قد تحدث لكنها تقيسها بمقياس المصالح وضع المصالح الأمريكي وضع مثلا عطي لهذا القرار أو أعمل واضح جدا يعني يقبل بي عادي سأعود إليك لنكمل نقاشنا أنتقل لضيفي من مصراتة الأستاذ عبد الحميد المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوة وهيبة في تصريح الصحفي اليوم قالت بأن المجلس الرئاسي رأى ضرورة تنفيذ هذا القرار اللي هو قرار صادر عن البرلمان في الـ 2018 بتغيير محافظ مصر في ليبيا المركزي لكونه يؤثر على الجانب الاقتصادي والسياسي والمعيشي وأنا هنا أنقل حرفيا ما قالته نجوة وهيبة بحسب ما نشرته وسائل الإعلام ما هي الجوانب الاقتصادية والسياسية التي دعت لاتخاذ هذا القرار برأيك ربما تطرق إلى الجوانب الاقتصادية تحديدا حقيقة يعني إذا ما نظرنا إلى الأعلى سلطة نقدية في البلاد نتحدث على مصرف ليبيا المركزي وتقييم حتى ولو بشكل سريع لما آلت إليه الأمور النقدية تحديدا طيلة السنوات الماضية يعني نجد أن المصرف المركزي للأسف الشديد لم يقم بدوره بالشكل الصحيح صحيح أن جزء من الأزمات النقدية أو الاقتصادية بشكل عام غير مرتبطة بشكل مباشر مع المصرف المركزي عندما نتحدث على جرائم إغلاق النفط على سبيل المثال للحصر ولكن على صعيد الاستقرار النقدي نتكلم على الفجوة ما بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازي نتحدث منذ عام 2015 تقريبا حتى عام 2019 أو حتى الربع الرابع من عام 2018 يعني لاحظنا الفجوة ما بين السعر الرسمي والسعر الصرف في السوق الموازي وكان بالإمكان أن يتخذ المصرف المركزي بعض الإجراءات النقدية التي من شأنها أن تقلل هذه الفجوة نتحدث أيضا على مشاكل فيما يتعلق بأزمات السيولة المتلاحقة نتحدث أيضا على العمليات التي تتم من خلال السطو والسرقات التي تتم في النظام المصرفي بشكل عام أيضا نتحدث على جانب الاستقرار النقدي وهو المناطب المصرف المركزي أن يحدث استقرارا نقديا وقت الأزمات وأخيرا ربما خلال الأشهر القليلة الماضية لاحظنا الفوضى النقدية والتي بدأت تقريبا أو تزامنت مع الخلاف ما بين السلطة التنفيذية ممتلة في الحكومة الوحدة الوطنية من جهة والمصرف المركزي من جهة والتي بدأت منذ سبتمبر 2023 لاحظنا إغلاق لمنظومة لكن أستاذ عبد الحميد معذرة على المقاطعة في صلب حديثك الآن هناك من يقول بأن السيد الصديق الكبير طيلة السنوات التي تولى فيها رئاسة المصرف المركزي وهي تجاوزت العشر سنوات يعني من سنة 2012 حتى الآن تقريبا بين 12 أو 14 سنة وهو يتولى هذا المنصب كان هو صمام الأمان في الحقيقة لمصرف ليبيا المركزي وللعملة المحلية وللاقتصاد الليبي هكذا يرى كثير ممن يرفض الآن قرار تغيير محافظة مصرف المركزي أنا أسألك هنا وأنت أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة من نظره ورؤية اقتصادية بحثة هل فشل السيد الصديق الكبير في أن يمارس مهام أو أن يقوم بالمهام المنوطة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي بالفعل شوف بالتأكيد أستاذ محمد لماذا؟ لعدة أسباب أولا المصرف المركزي عندما نتحدث على محافظ مصرف ليبيا المركزي هي ليست مهمة إذارية بالدرجة الأولى نتحدث على مسائل فنية فبالتالي يعني على من يثقلت مهمة محافظ مصرف ليبيا المركزي لا بد أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط ولعلها التخصص في مجال الاقتصاد نتحدث على الجانب الأكاديمي غير موجود فنتحدث على السي بي السابق ربما لا يؤهل المحافظ الموجود الآن أن يتقلد منصب كمنصب محافظ مصرف مركزي أيضا الجانب الآخر أن المصرف المركزي لا يدار بعقلية واحدة لا يدار بشخص واحد وحتى ولو كان حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد المصرف المركزي يدار من خلال مجلس الإدارة ومجلس الإدارة تقريبا غائب منذ 2014 نتحدث على نجلة السياسة النقدية أيضا التي غيبت تقريبا منذ عام 2015 فبالتالي المصرف المركزي للأسف الشديد طيلة السنوات الماضية يدار من خلال رجل واحد فقط ولهذا عندما نتحدث على أن المصرف المركزي كان صماما للأمان فإننا نتحدث على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الكلية دعنا نأخذ المؤشر الأول هل الفجوة ما بين سعر الصرف الرسمي والسعر الصرف الموازي التي تجاوزت 7 أو 8 أضعاف هذا مؤشر على إدارة نقدية رشيدة وجيدة؟ هل الأزمات السيولة المتلاحقة طيلة السنوات الماضية هل هذا أيضا مؤشر لصمام الأمان للاقتصاد الليبي ومؤشر لسير مصرف المركزي في الاتجاه الصحيح؟ هل ارتفاع معدلات التدخم والتي بالتأكيد سببها الرئيسي هو ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية هل هو أيضا مؤشر لصمام الأمان؟ فبالتالي عندما أيضا بعض التقارير التي ينشر فيها المصرف المركزي الشهرية والتي تقريبا بين قوسين هناك حتى بعض التضليل في هذه الأرقام فبالتالي أعتقد أن تغيير المحافظ أصبحت حاجة ملحة العمل بمجلس الإدارة أصبح أمرا ضروريا لا أقول أن تغيير مجلس الإدارة أو وجود محافظ جديد ويكون هناك تغيير جدري ولكن أعتقد حسب وجهة نظر الشخصية ربما يكون الأمر أفضل بكثير مما هو عليه الآن سنأتي خلال هذه الحلقة إن شاء الله للحديث عن مآلات وتأثيرات هذا القرار الجانب الاقتصادي والجانب السياسي أنا أسأل ضيفي من طرابلس أستاذ الحبيب الأمين استمعنا للدوافع ربما أو الجوانب الاقتصادية التي دعت المجلس الرئاسي لاتخاذ هذا القرار بتغيير المحافظ وتعييم مجلس إدارة للمصرف ما هي الجوانب السياسية التي دفعت الرئاسي لاتخاذ هذا القرار؟ تعرف يا محمد أن الفترة القريبة الماضية باشر صدي كبير بالكشف عن دوره كلاعب سياسي يدار من سفارات الدول وعبر سياسات وإملاءات وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي وسيلفيات يتقطها من حين إلى آخر مع السفراء وبالتالي كشف عن ذلك ما بعد أن عرف الليبيين بلقاء عقيلة الكبير لتمرير الميزانية السابقة التي تخصص في بلد مثل ليبيا لحكومتين وهذا ما لم يحدث في تاريخ العالم أن هناك ميزانية يضع لها السفير الأمريكي المبعوث الأمريكي نوران مسمى أصبح يزدوله الليبيون كالبلهاء أقصد السياسيون منهم من في السلطة وسماها بالميزانية الموحدة أو الموحدة وبالتالي الصديق أصبح لعب سياسي وتغير تغير كليا بأنه أصبح في إطار اللعب السياسي أنه حول الأموال والميزانيات لهيئات ومؤسسات المشروع الانقلابي في الرجمة بدءا باعتماده بموافقته وبالتنصيق مع عقية الميزانية التي قدمت للحكومتين والتي لن نعرف الآن إجرائيا إلى أي مدى موصلت مع أن هناك تحويلات تمت في بنود التنمية مؤخرا ولكن لا شيء رسمي ينشر من باب الشفافية والمكاشفة تعثرنا كثيرا بمراسلات تمت حول تخصيص عشرات المليارات لهيئات سميت باستثمارية في المنطقة الشرقية تتصل بأبناء الجنرال وبتعاقدات تمت لمشروعات استثمارية مع الإمارات في المنطقة الشرقية وهذه من أين ستسدد يا سيادة المحافظ الكبير ومن أي أموال ستدفع وتحت أي رقابة ستتم وهي خارج نطاق قوانون الإنفاق المالي أو المالي للدولة وخارج فلترة وغربيل دووين المحاسبة والرقابة الإدارية وأنت تهرول باتجاه أن تقدم أموال لهذا المعسكر الانقلابي في حين تبدأت بموارسة التجفيف والتنظيب للتمويل للحكومة التي كنت تتمسح بكرسيها وتجالس رئيسها في المنصات والاجتماعات ثم حدثنا يا سيد الكبير من الذي أمرك؟ وهذا سؤال مهم من الذي أمرك من السلطات الواقع الموجودة في ليبيا الآن؟ بتحويل الأموال كوديعة للمصريين منذ أشهر حوالي عشرة أشهر وهذا ينبغى أن يجيب عليه إن كانت لدينا شفافية ومكاشفة أي سلطة أمرتك بذلك؟ هل هي سلطة الرئاسي أم سلطة البيبة أم السلطة المزعومة لولاية مجلس النواب على المعافظة؟ وضح أستاذ الحبيب هذا أمر الثاني هذا الشخص أصبح يشكل خطراً على اللقاء دفع في هذا القرار بناء على المعلومات التي ذكرت حضرتك حول موضوع الوديعة للمصريين التي أعطاها الصديق الكبير كوديعة وضحها في مصر لكن إذا كان من أهم أسباب إسقاط الكبير وتغييره الآن الأسباب السياسية هو ارتمائها في أحضان الطرف الآخر الانقلاب وتمويله بطريقة غير شرعية وغير قانونية لأجهزة لا تخضع لرقابة أي سلطة رقبية في ليبيا هناك من يقول بأن تغيير سيد الكبير أصلاً لم يتم إلا باتفاق وصفقة عقدت مع حفترة على غرار صفقة بن قدارة وبالتالي الطرف الانقلابي مازال موجود حتى الآن هذا وارد يا محمد وهذا موجود ولعبة الصفقات موجودة حتى البارحة في كواليس طرابلس بين حملة استلاح من مراكز القوة المسلحة وأطراف أخرى تتصل بالرئاسي والحكومة وهناك أيضاً تواصلات ما بين من يمثل سلطة الواقع في طرابلس بمجالسها المختلفة وصلطة المشروع الانقلابي في الرجمة هذا موجود في الحالة الليبية لكننا نحن نتعامل مع الظاهر منها أما الصفقات فهي موجودة ولكن في كل الأحوال سواء كانت هناك صفقات أو غير ذلك دعنا نتحدث عن الموقف الذي اتخذ به قرار الإقالة يظل موقف تكتيكي جيد بمعزل عن غائية الذين قدموه أو الذين يعارضونه إقالة الكبير أنا بالنسبة لي تمثل إقالة ثقب كبير أسود في الوطن الليبي وفي الدولة الليبية إن كان لها وجود مؤسسي أصلاً يمثله الصديق الكبير الذي أصبح ناعب محلي يدار دولياً ومهدد لقوت الليبيين ورأس مالهم الممثل في المدخرات والأرسل معذرة عن المقاطع أستاذ الحبيب قبل أن أنتقل لضيفي من مصراته أيضاً أسألك أنت تحدثت عن المواقف الدولية في مدخلتك السابقة اليوم صدر عن المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي خبر بأن مكالمة هاتفية جمعت صديق الكبير محافظ المركزي المقال من الرئاسي مع السفير البريطاني في ليبيا وأن السفير البريطاني أكد على دعم المصرف المركزي هذه المكالمة تذكرنا بلقاء الكبير مع نورلند عندما خرجت التسريبات بأن الرئاسي اتخذ قرار الإقالة وما قاله نورلند في ذلك الوقت ما دلالات ما نشره اليوم المصرف المركزي وكيف تقيم المواقف الدولية من هذا الموضوع هذا يا محمد وفي هذه القناة وعليها منذ حوالي أكثر من في عدة مرات ممكن أكثر من حتى من ثلاثة شهور كررتها أكثر من مرة وقلتها علنا وقلتها للصديق كبير أنت تدار وتتشجع وتستقوي بالسفراء والمبعوط الأمريكي وهذا يؤكد أن هذا الرجل بصراحة فاقد لشخصية رجل الدولة ولاستقلالية القرار المالي للدولة وغير مراعي لمهددات ومحددات الأمن القومي ولا يفهم في اللياقة والبرتوكول الرسمي لرجل الدولة عندما يحيل منصة المصرف المركزي إلى رافعة ومنصة مدافعة عنه ببت أخبار أنه استقبل السفير الأمريكي أو لاقى المبعوط الأمريكي أو اتصل به السفير الإنجليزي والله يا محمد حنقولها بالليبي لو يحترم نفسه هذا الرجل ومن على شاكلته لأن التاريخ سيسجل عليك يا كبير وغيرك أنكم كنتم مجرد بيادق رخيصة يديركم سفير وتستقوون به على شعبكم في ندالة لم يسبق لها متيل في شعوب الأرض عندما تصبح مسؤول تستقوي بسفير وليس حتى بوزير هذه قمة الندالة ولا أصفها إلا بأنها وجه من وجوه الخيانة الوطنية التي ينضغي أن يحاسب عليها كل مسؤول في الدولة أصبح العوبة في يد مجرد سفير هذه الحقيقة يا محمد هذه الحقيقة هؤلاء أصبحوا مافيا تدار عبر الحدود وأصبحوا لا يخجلون أمام الشعب من أن يستقوا على الدولة والوطن ويمسك السيجار ويلتقط الصور كزعيم مافيا وواحد منه هو صديق الكبير وغيره كتر طيب أستاذ الحبيب ابقى معي أيضا أدعو السيد عبد الحميد لفضيل للبقاء معنا نتابع هذا التقرير الذي أعده الزميل لمعد هذه التغطية ثم نكمل النقاش يبدو أن ليبيا في الآوينة الأخيرة لم تعرف مرادفا لممارسة السياسة سوى عقد التحالفات والتلون حسب المصالح الشخصية فصديق اليوم عدو البارحة فأصبحت البلاد أشبه بحلبة نزال الكل فيها فائز ولا ينال الطربات إلا المواطن المتفرج الذي دفع ثمن هذه اللعبة وسائم قوانينها محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير الذي ركض في الفترة الأخيرة باتجاه حفتر تجلت بعدها قرارات لا تصب سوى في خزائن الرجمة بالإضافة إلى لقاءات رفقة عقيل صالح رئيس وابي طبرق لا تنتج سوى فيروسات تفتك بكافة أجهزة الدولة ومساراتها ولأجل القرارات العباثية المتكررة أصدر المجلس الرئاسي الليبي قرارا بالإجماع بإقالة الصديق الكبير وتعيين محمد عبد السلام الشكري محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي وإعادة هيكلة مجلس إدارة المصرف قرار يراه مراقبون يخدم مصلحة المواطن ويوقف تخبطات محافظ المصرف المركزي الأخيرة خاصة بعد تجاهل الكبير أحكام القضاء الليبي من ثلاث محاكم ليبيا قررت وقف العمل بقرار فرض ضريبة الصادر من نواب طبرق بالإضافة إلى عدم تعامله بإجراءات وقائية تحمل عملة الليبية والوضع الاقتصادي بعد دخول العملة المزورة من قبل مجرم الحرب حفتر ووضع صندوق الإعمار في أيدي أبنائه بصرف دون رقابة أو محاسبة قرار الرئيس المجلس الرئاسي لقى اليوم بيانات رافضة ومتوقعة فعقيل صالح فرح أن محافظ المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي مستمران في هذه المرحلة إلى حين الاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على المناصب السيادية ولم يكن بيان الأخير بعيدا عما قاله العيلة وفي خضم ذلك دافعت واشنطن عن محافظ المركزي السابق وحذرت مما سمت تغيير المحافظ بالقوة ضمن لقاء جمع بين الصديق الكبير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلند توقعات متباينة حول إمكانية حسم هذا الملف وما ستأول إليه الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة وما مدى حجم الردود الأفعال المحلية والدولية حول قرار المجلس الرئاسي ويبقى السؤال في أوساط الشارع الليبي متى سيسقط المتشبثون في السلطة بأغصان مجالسهم الميتة أهلا بكم الجديد أسأل ضيفي الأستاذ عبد الحميد لفضيل من مصراته حسب معلوماتك أستاذ عبد الحميد لفضيل ومتابعتك من هو السيد محمد الشكري وبرأيك كيف ستكون السياسات النقدية الجديدة للمصرف المركزي بعد تغيير إدارته الآن أشوف أستاذ محمد قبل الإجابة لهذا السؤال هو المتتبع لموقع مصرف المركزي والأخبار التي ينشرها تشعر بينها وزارة خارجية أكثر من سلطة نقدية تقريبا منحصرة في الاستقبالات سفراء وملحقي سفرات إلى غير ذلك يعني تحاول أن تبحث على أخبار اقتصادية تخص الجانب النقدي في ليبيا يعني تقريبا لا تجد أو ربما من خمسة ستة أخبار تجد خبر واحد فقط يتعلق بالجانب النقدي للأسف الشديد وبالتالي المصرف المركزي أقحم نفسه في الجانب السياسي وخاصة خلال السنة الأخيرة بشكل مباشر يعني أحيانا حتى اقتصاديا تستغرب على سبيل المثال في مارس الماضي يتحدث المصرف المركزي على أن التوسط نعم نعم أستاذ عبد الحميد طيب فقدنا الاتصال مع ضيفي الأستاذ عبد الحميد كان يتحدث عن تحول مصرف ليبيا المركزي إلى ما يشبه وزارة الخارجية عبر الاتصال بالسفراء والمسؤولين الدوليين في حين أن دور مصرف ليبيا المركزي وإدارة مصرف ليبيا المركزي تقتصر على وضع السياسات النقدية والاهتمام بهذه الاختصاصات للمحافظ والإدارة إدارة المصرف المركزي عاد إلينا الآن الأستاذ عبد الحميد الفضيل تفضل أستاذ عبد الحميد حدث انقطاع في الاتصال تفضل أستمع إليك أستاذ محمد نعم أستمع إليك الآن أكمل تفضل بالضبط وبالتالي من نادر جدا يعني تقريبا من خمسة ستة أخبار من خمسة ستة أخبار أو منشورات تجد منشور واحد يتعلق بالجانب النقدي والمناشير الباقية كلها تتعلق باستقبال السفراء وغيرهم فبالتالي تحول المصرف المركزي إلى لاعب سياسي بامتياز وخاصة أن المصرف المركزي في الربع الأول من عام 2024 يتحدث على أن الاستمرار توسع حكومة الوحدة الوطنية في الأنفاق سوف يترتب عليه عجزا في النقد الأجنبي وعجزا في الميزانية العامة وأيضا ربما يصل الوضع إلى استنزاف لإحتياطيات المصرف المركزي وتراكم الدين العام المحلي فجأة وأيضا بعد ذلك المصرف المركزي يطلب من رئيس مجلس النواب بفرد ضريبة فجأة نجد أن البرلمان أو رئيس البرلمان يعتمد ميزانية بأكثر من 179 مليار دينار أنت كيف من جهة قبل أشهر تتحدث على أن التوسع في الأنفاق سوف يقود الاقتصاد إلى الهلاك ومن جهة أخرى توافق على ميزانية بأكثر من 179 مليار ليس هذا فقط بيانات الأخيرة تتحدث على أنفاق أكثر من 950 مليون دولار يعني ما يقارب مليار دولار خلال سبعة أشهر بيعادة تعمار في المنطقة الشرقية فبالتالي كل الحديث أو المنشورات التي كان يتحدث بها المصرف المركزي خلال الربع الأول من عام 2024 يعني أثبتت أنها غير حقيقية وكانت لغرض المناكفات السياسية هذا من جانب من جانب آخر أيضا عندما نتحدث على الفترة الأخيرة للمصرف المركزي حقيقة أصبح وكأنه يفتعل في الأزمات الاقتصادية فيما يتعلق بالسيد محمد الشكري إذا ما استلم فعليا منصبك محافظ لمصرف ليبيا المركزي أعتقد أمامه شغل كبير جدا ربما الخلفية التي يأتي منها السيد محمد الشكري أعتقد أنه أهمها في عام 2006 أعتقد أنه تقلد نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي وبالتالي لديه ربما الخبرة الكافية وأعتقد أنه حتى متتبع لما يجري الآن فبالتالي ربما تكون أمامه العديد من المسائل وخاصة فيما يتعلق بجانب سعر الصرف نتحدث على النظام المصرفي بشكل عام فبالتالي إذا ما طيب السؤال مباشر نعم سؤال مباشر بشكل أكبر أستاذ عبد الحميد ضريبة 27% الرسم اللي فرضها عقيلة صالح وطبقها السيد الصديق الكبير النقص السيولة في المصارف وسعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية برأيك ما الذي سيطرق عليها مع الإدارة الجديدة سواء المحافظ وكذلك مجلس الإدارة الجديد هو مجلس الإدارة بالدرجة الأولى خلينا نتكلموا بش نكونوا حتى أكثر الأمور تكون فرنية أكثر هو مجلس الإدارة بالتأكيد يعني أولا النظر في موضوع الضريبة التي فرضت بالنسبة 27% ونحن نعرف أن هناك أحكام قضائية يعني التقضي بوقف تنفيذ القرار ربما يكون هذا الملف الأول أيضا عندنا موضوع حتى تعزيز قيمة الدينار الليبي هذا أيضا مهم ومهم جدا نتحدث على فئة الخمسين دينار المصرف المركزي أصدر منشور في وقت سابق يتحدث على إلغاء التعامل بفئة الخمسين دينار سواء كان إصدار الأول أو الإصدار الثاني على فكرة لأول مرة هو يعترف بالإصدار الثاني المطبوعة في روسيا أيضا هناك جانب آخر يتعلق بمدى توفر سيولة النقدية نتحدث على التحول الإلكتروني ولكن بالتأكيد موضوع سعر الصرف أعتقد أنه هو الأساس كون يترتب عليه بعض الآثار المباشرة على المستوى العام للأسعار وبالتالي على مستوى معيشة المواطنين وعلى الدخول الحقيقية وعلى حتى مستوى الفقر في الاقتصاد الليبي وبالتالي على مجلس الإدارة الجديد في حالة ما استلم فعليا أعتقد أنه أمام الكثير من الملفات العالقة واضح جدا كثير من الملفات العالقة والتي تحتاج إلى تحريكها من قبل مجلس الإدارة الجديد ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد فور استلامهم لمهامهم وهي ملفات اقتصادية تعني المواطن بشكل مباشر كما تحدثنا وتحدث ضيفنا من مصراته توفير السيولة في المصارف وتعديل سعر الصرف وتعزيز قيمة الدينار الليبي وكذلك إلغاء الرسم الذي فرضه عقيلة صالح والسيد المحافظ السابق السيد الصديق الكبير رغم أحكام المحاكم التي ألغت هذا القرار أستاذ الحبيب لمين ضيفي من طرابلس إذا صحت المعلومات أن حفتر شارك في تغيير إدارة مصرف ليبيا المركزي كيف تفسر إذن موقف عقيلة صالح ولا أعلم كم نائب موجودين معه يحضرون جلساته يوميا وما حقيقة الموقف المصري الذي يتبنى عقيلة وحفتر أول أن أود أن أؤكد عن ما ذكره أستاذ حول كل النقاط التي ذكرها حول تقييم أداء المصرف المركزي برئاس تصديق كبير من تآكل الاحتياطيات من سعر الصرف من انعدام السيولة من تدني مستوى الخدمة المصرفية في ليبيا مقارنة حتى بدول الجوار من تآكل الطبق الوسطى في ليبيا وانتهاء نظوم مدخراتها من تزايد طبقة أو مستوى الفقر ومن تحته في ليبيا هذا الأمر هذه الأمور كلها تجعل من إقالة الكبير أو حتى غيره أمرا مشروعا وضروريا وعاجلا لأن الشعب الليبي أصبح مربوطا منذ سنوات الأسف باعتبارنا دولة ريعية وكانت اشتراكية وقصة حتى هذا الذي الآن تقلد حوالي 14 سنة الآن ليه موجود على نفس المصرف لم يحقق أي نقلة نوعية تتصل بالعمل المصرفي كخدمات أو تتصل بحفظ وصون المقدرات بل ومضاعفتها والاستمار فيها وترفيعها لم يحدث هذه مهمة جدا كمسألة تكنقراطية لنقض هذا الأداء أما مسألة عقيلة وصالة عقيلة وحفتر يا محمد المخابرات المصرية تدير معسكر الرجمة وبرلمان حفتر هناك بازدواجية يعني كرأسي حربة لفريق واحد وبالتالي أنت لا تستغرب أن يكون حفتر وأبنائه يلاعبون في جانب ويعقدون صفقات في جانب وعقيلة أيضا يلعب في جانب ولكنهم بالمحصلة تق وتأكد هم اتنين في درج عباز كامل هم اتنين تحت إطار منهجي لإدارة الملف الليبي عبر المخابرات المصرية فبالتالي ليس غريبا اليوم سمعت عقيلة وماذا قال في تصريحاته وتراجعات عن بعض المواقف التي كانت معلنة وواضحة ولكنهم يلعبون سياسة باعتبار الاستشارة المصرية جاهزة لإطلاقهم إعلاميا حتى يللوا بتصريحات تبدو كأنها مختلفة لكن السؤال إلى متى سيظل الليبيين على أقل في المنطقة الغربية يعيشون تحت نزاجية معسكر الرجمة وتقلبات عقيلة يعني إلى متى احنا هنا في المنطقة الغربية وعندما استخدم تعبير المنطقة الغربية أنا أعني وطن وأسمي المنطقة ضمن وطن نحن نتعامل يا سيد مع محمد مع إقليم يسمي نفسه إقليم عبر بعض الجهويين اللي عنده بل بعضهم حتى انفصالي جدا ويستقون علينا عندما يقولون بصراحة للليبيين الآخرين الذين يعيشون في مناطق تحت خريطة وداخل خريطة الوطن نحن لدينا جيشنا وسيد المشير نحن لدينا حكومتنا ورئيسنا حمد نحن لدينا برلماننا وعقيلة رئيس البرلمان والشاي بيتكتك نحن لنريد أموالنا نحن لدينا إعمار نحن بنديره في برقة برقة هذا الخطاب على عمداء بلديات المنطقة الغربية على مشايخ واعيان ومجالسهم في المنطقة الغربية طبعا بمعزن عن السلطات الموجودة لأنها مترددة مرتعشة ولم تصل بعد إلى مستوى الإدراك لحقيقة ما يحصل في الوطن الليبي ويهدد الكيان والوجود الليبي لكن هؤلاء في المنطقة الغربية كفاعليات إما اجتماعية أو سلطات محلية وأغلبها منتخبة نحن علي أن تتحرك بخطاب واحد يوازي هذا الخطاب الانفصالي الاستقوائي الذي يريد أن يفرض الآن على المنطقة الغربية حال التجويع وتنظيب وحصار اقتصادي وعزل عن مصادر النفط والغاز في الجنوب وتابعنا التحرك ناحية الجنوب الغربي في ليبيا والتحرك ناحية الحدود الجزائرية وربما تصبح المنطقة الغربية حتى بدون مياه يتم السيطرة على منابع المياه في الحسونة هذا الخطاب الذي يصبح يقول لك نحن نحكم في نصف ليبيا أو ثلاث أرباحة يريد أن يحاصر المنطقة الغربية التي يسكن فيها حوالي خمسة مليون ليبي أغلبهم من المنطقة الغربية وجزء كبير أتى من الجنوب الليبي الذي أصبح فارغاً كمنطقة جغرافية بالسكان تقريباً بوجود ما يسمى قوات حفتر والميليشيات التي من الجنوب وتحالفت معه نظير المال ولكن أيضاً يسكن فيه مهجرين يبلغ عدد حوالي مئتين وخمسين ألف من المنطقة الشرقية التي يسميها حفتر وعصاباته إقليم برقة هذا ينبغي أن يصدر من المنطقة الغربية باعتبار أن العبت الذي يدور تحت ما يسمى ببرلمان هو برلمان يسمي نفسه تقريباً برلمان برقة باعتبار النواب الذي يسوطون على هذه القرات التي يصدرها عقيلة هم برلمانيون يمثلون برقة بخمسين وأربعين أو كتلة ما يسمى المشير التي يديرها ويحركها بالجاسم إذن نحن أمام هذا ينبغي أن نتحرك في غياب طبعاً نواب المنطقة الغربية الذين يتقضون الأموال ولا يزورون حتى دولهم انتخابية وأصبحوا يبصمون على الصفقات السياسية على المنطقة الغربية تتحرك ببلدياتها بمجال الشيوخة وعينها لتوجيه خطاب يوازي خطاب عقيلة الانفصالي وحفتر الذي يقططع إقليم من ليبيا يحكم سكانه بالحديد والنار ويريد السيطرة على باقي ليبيا نعم واضح جداً سعود إليك أستاذ الحبيب للحديث عن القرارات الأخرى التي ستصدر عن الرئاسي بحسب ما ذكرته المتحدثة باسم المجلس أستاذ عبد الحميد الفضيل ضيفي من مصراته هناك من يحذر من انقسام في المؤسسة مصرف ليبيا المركزي جراء هذا القرار هذا السيناريو هل ممكن أن يحدث وكيف سيكون وضع الاقتصاد الليبي خلال الساعات والأيام القادمة شوف يعني هي كل الاحتمالات مفتوحة على فكرة ولكن من وجهة نظري يعني يفترض أن المجلس الرئاسي وخاصة أن المجلس الرئاسي تقريباً يعني كان شبه ميت طيلة السنوات الماضية ويخرج بمثل هذه القرارات ذات الوزن الثقيل يعني يفترض أن تكون هناك خلفيات أخرى بمعنى آخر يفترض أن هناك ترتيبات فيما يتعلق بسواء كانت ترتيبات أمنية أو حتى ترتيبات واتفاقات سياسية سواء كانت داخلية أو خارجية لأن المجلس الرئاسي يعلم تماماً أن مثل هذه القرارات بهذا التقل تحتاج إلى ترتيبات قبل ذلك وبالتالي والآن أنت تتحدث على ربما تكون هناك قرارات أخرى سوف تصدر من المجلس الرئاسي وبالتالي ربما قرار تكليف الشكري ربما يكون قرار من ضمن مجموعة من القرارات ولكن من الجهة المدبرة والتي تقود هذا الحراك الكبير الجديد لا أعلم حقيقة ولكن بالتأكيد أيضاً سيناريو ربما المصرف المركزي أو المحافظ يذهب إلى المصرف الموازي هناك ويحاول أن يبدأ عملها بشكل طبيعي من قبل المصرف الموازي أعتقد ربما أيضاً هذا سيناريو مطروح ولكن أتصور من يجلس على مقعد محافظ مصرف ليبيا المركزي في مدينة طرابلس أعتقد سوف يرضخ له الجميع سواء كانوا في الداخل أم في الخارج فبالتالي عندما نتحدث على المحافظ يعني المحافظ لن يكون شنطة وختم راو لا المحافظ هناك إدارات تتبع المصرف المركزي وبالتالي لا بد من ممارسة العمل من قبل مقر المصرف في طرابلس هذا من جانب آخر أيضاً يعني أعمل أن لا يحدث هناك صراع مسلح نقولها بكل صراحة بقاء الصديق الكبير بمساوئه المحافظة السابق أفضل من وجود حرب ربما يعني لا نعلم ماذا ستكون عاقبتها ومتى ستنتهي أو ربما تحدث فوضى كبيرة في طرابلس نأمل أن يتم استلام الشكري بشكل سلس ومن خلال ترتيبات أمنية مسبقة لأن لو قدر الله وحدد صراع مسلح ربما تكون المآلات خطيرة وخطيرة جداً على جميع الأصعدة سواء كانت سياسية أو أمنية أو حتى اقتصادية نعم واضح جداً أستاذ عبد الحميد أسأل ضيفي الأستاذ الحبيب لمين من طرابلس متحدثة باسم المجلس الرئاسي قالت ضمن تصريحاتها الصحفية اليوم أن المجلس الرئاسي يستعد لإصدار قرارات أخرى قريباً برأيك ما هي هذه القرارات وعلى ما يستند المجلس الرئاسي في إصدارها وتنفيذها أنا أود أولاً أن أعلق على ما ذكره الطيفي كريم معنا من صراته أنها نقطة مهمة جداً وهي أن الصديق الكبير سأقول بصراحة سيكون مسؤولاً عن أي صراع مسلح في طرابلس إذا حاول اللعب بولاءات القوى المسلحة والتشكيلات المسلحة في طرابلس وهنا سيتحمل جريمة أخرى إضافة إلى جرائمه المتصلة بالاقتصاد والنقد الليبي فصديق الكبير إن حاول اللعب الآن عبر تجادبات السلاح الموجود وتشكيلاته في طرابلس سيتحمل هو نتيجة هذه الجريمة وهذا الاحتراب الداخلي والذي سيخدم به الصديق الكبير أيضاً للمرة الثالثة والرابعة المعسكر الانقلابي في المنطقة الشرقية واضح هذه واحدة أما القرارات الأخرى التي نتمنى وكنا قد تكلمنا عنها في الحرقات السابقة واحدة واحدة منهم ممكن حوالي خلال أسبوع من ماضي أولاً قرار حل المجلسين لأن المجلس الرئاسي ما يجيش يدير التوبو ويقف عند كمة إذا كانوا بيعالج يعطي علاج كامل لديه صلاحيات ولابد حتى من تأويل النصوص واستخلاص صلاحيات لماذا؟ لأن المعسكر الثاني ياخذ في قرارات بدون قوانين أصلاً بدون حتى نصاب قانوني يخالف في اللوائح بخمسانفار يوقع في قرار وقع قرارات بصفة رئاسة مجلس النواب ولم يجتمع مجلس النواب أصلاً وهذا معروف يعني إذن المجلس الرئاسي يتحمل مسؤوليته ويستنبط حتى شرعيته من قاعدة إنقاذ البلد واتخاذ التدبير في مرحلة طارية ومؤقتة أنا مع هذا الأمر إذا كانت النواية خدمة الوطن ومن حل المجلسين الدولة والأعلى وعليه أن يعد وأتوقع أن يكون معدًا وزاهلًا مطبوعًا وللتوقيع هذا القرار ولا يخشى في ذلك أي شيء أو أي تدعيات من القول مثلاً فراغ سياسي أو أن حل المجلسين سيودي بنا الانقسام والانفصال عمليًا المعسكر الانقلابي وعقيلة وهفتر يضغطون منذ سنوات لنصل إلى حالة الانقسام لأنه هدف من أهدافهم ولزالت تصريحاتهم أمامكم حول جلب الجيش المصري واستدعاهي من منصة مجلس النواب المصري ولديكم تصريحات حفتر حول مصلحة مصر قبل مصلحة ليبيا ولديكم تصريحات النظوري حول إعطاء النفط مجانًا للمصريين هذا الأمر يرتب على هذه السلطة المجهودة الرئاسية أن تتخذ إجراءات عازمة حاسمة مهما كانت وليستقضي بالشارع والشعب الشعب يريد حل المجلسين يريد حل المجلسين الشعب في ختم هذه الحلقة قروج الرحضة جملة جملة واحدة لو سمحت أستاذ الحبيب ماذا عن الدور الشعبي الآن في حال صدرت هذه القرارات من المجلس الرئاسي ما المطلوب من الناس سمحت جملة واحدة لو سمحت الدور الشعبي ينبغي أن يكون بمثل خروج أهالي طبرق عندما أزاحوا مجلس النواب وطبعاً لا نريد أن يتم هذا بإجراءات عنفية ولكن حال صدور قرار مجلس رياسي بحل المجلسين على الشعب الليبي أن يعبر عن مباركته وتأييده لذلك كما عبرت مبارك قبل الجميع عن رفضها لهذا الوكر المسمى مجلس نواب وهو مجلس نواب حفتر وأولاده وليها يمثل الأمة الليبية وخان العهدى البرلمانية وصاقط بالشرعية والمشروعية الليبيين يتجاهزوا لقرارات حازمة وحاسمة وهذا ما نحتاجه الأستاذ الحبيب لمين وزير الثقافة الأسبق كنت معي من استوديوهاتنا في العاصمة طرابلس أشكرك جزير الشكر كما أشكر ضيفي من مصراتة أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة الأستاذ عبد الحميد الفضيل أشكرك أيضا على تلبية الدعوة حضورك معنا الشكر الموصول لكم أنتم أيضا مشاهدين ومسمعين الكرام حفظ الله وليبيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر